بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا نور الدين أرشدنا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هوية الإسلام وهوية الإسلام تتمثل في أركانه وتتمثل أيضا فيما أجمعت عليه الأمة من فهم النص الشرعي كل الأمة عندها أن الخمر حرام كل الأمة أجمعت على أن الظلم حرام كل الأمة رأت أن النظافة من الإيمان فيما أخرجه الترمذي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال إن الله نظيف يحب النظافة لكن النص شيء والإجماع شيء آخر الإجماع ينقل المسألة من الظنية إلى القطعية مجمع عليه فيمثل هوية الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرنا من أن نغير هوية الإسلام لكنه يعلم بتعليم الله له أن الزمان سيتغير في صورة عالم الأشياء تتطور وعالم الأشخاص تتطور كنا الزمان لا نعرف إلا الشخصية الطبيعية بقينا فيه شخصية اعتبارية الشخصية اعتبارية دي عملناها وأنشأناها حتى ننشئ الشركات والبنوك والمؤسسات وتصبح منفصلة عن الشخصية الطبيعية اللي هي الإنسان اللي ليه وقت للوفاء مدير البنك يموت لكن البنك باقي وهو ما يمتلكش كل البنك اللي هو فيه ده لا ده البنك ده مؤسسة هو لا يمتلكها وتبقى من بعد فالشخصية الاعتبارية حلت لنا سرعة في الحركة وحلت لنا مشكلات كثيرة وانتجت لنا عقود كثيرة أيضا ومواقف كثيرة وتقطعات كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم مما أرشد إليه أن نحافظ على الإسلام لكن هو يعلم بأن الزمان يتغير ويعلم أيضا أن هذا الإسلام سوف ينتشر وهو قال حتى يدخل كل بيت حتى يلقي الإسلام بجيرانه في الأرض جيران اللي هو شبكته يعني الشبكة بتاعته تبقى موجودة في الأرض كلها فهو أنبأنا بهذا فقال لنا كلاما بليغا والعلماء أخذوا هذا الحديث ويعلوه ركنا من أركان الأحاديث في الإسلام قال من أحدث في أمرنا هذا شيئا لا ما قالش شيئا قال ما ليس منه قال لا هو يجوز أن إحنا نحدث شيئا منه قال آه يجوز أن إحنا نحدث شيئا منه لكن شيئا يكر عليه بالبطلان أو الإيقاف أو التعطيل أو الإلغاء يبقى هو ده الغلط ودي سماها العلماء البدعة البدعة قال فيها رسول الله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ليه يبقى ما ليس منه مش كل شيء حادث يبقى غلط ويبقى بدعة فهم المسلمون هذا وقالوا يا جماعة البدعة هي أن تحدث شيئا في الدين جديد أيها صحيح لكنه يكروا على شيء من الهوية بالبطلان البدعة أمر حادث في الدين لكن ليس منه عايزين أمثلة هم نروح لسيدنا الرسول عشان يقول لنا الأمثلة دي شكلها إيه إيه البدعة وإيه اللي مش لبدعة أخرج النسائي أنه سيدنا كان بيصلي بالناس خلي بالك وتأمر وتدبر وتفكر وتعمق في النص اللي قدامك بعد ما خل الصلاة قال من قال شيئا بعد ما رفع من الركوع الشخص اللي قال هو كان النبي ألسم يا الله لمن حمد ربنا لك الحمد ففيه شخص زود على الحكاية دي فالنبي قال مين اللي قال وقال إيه فالرجل خاف لحسن يكون إيه قال حاجة غلط فيعني يبقى إيه منظره قدام الناس يعني إيه إنه هو مش فهم حاجة قال ماذا قال فإنه لم يقل إلا خيره قال له أنا رسول الله أدام بقى فيه أي صح يبقى إيه أنا إنسان كده قال ماذا قلت قال قلت اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء قال والله رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يصعدوا بها إلى السماء النبي هو في المحراب واقف شاف تلاتين ملك زي ما يكونوا إيه كانهم يعني فيه شوات جذبه وأخده ورده هات أنا اللي طلح لا أنا اللي طلح لا أنا اللي طلح فتعجب والرجل قال إيه ده قال حاجة الملائكة سجلتها وكل واحد فرحان بيها من الملائكة التلاتين أو كذا وثلاثين بضعا وثلاثين وعايز يطلع بها بسرعة يفرح بيها الملأ الأعلى فالنبي حب يعرف طب الراجل ده لما قال اللي قاله قالوا من عند نفسه كده ولا قالوا لأن النبي علمه له آبدا النبي لا علمه ولا قاله كمان أنكت من كده بقى أنه النبي نفسه مش عارف هو قال إيه ده هو من عند نفسه حس بحاجة في قلبه كده عايز يناجي ربه فقال الكلام الحلو ده سؤال هو ده ضد الشريعة ولا ده من الشريعة نقراه كده ونعيد كلام ربنا لك الحمد حمدا كثيرا لا معانا برضو طيبا طاهرا مباركا فيه ده قمة التوحيد وحاجك وهيس ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء كلام كلام طيب أدم كلام طيب يبقى مش بدعة ويبقى الملائكة هتاخده بالرغم أن النبي ما قالوش وهتطلع به وتفرح به وحرر العلماء معنى البدعة على هذا الوضع واستدلوا أيضا بحديث سيدنا بلال مر سيدنا قام كده وجاب سيدنا بلال قال له بلال تعالي هنا بما وصلت إلى هذه المكانة قال له مكانة يعني عرب بلال قال له لا ده انت مبارح شفت منام وسمعت خشخشة عليك قبلي في الجنة سيدنا محمد مقامه علي أوي طب بلال دخل قابله ايه ده ايه ده ده فيه حاجة فيه حاجة عايزة تسئل عنه قول يا بلال ايه الحكاية فقال له يا رسول الله انا لا اتذكر ان انا يعني بعمل حاجة افتكر قال له بس في حاجة عملتها ويظهر ما قلت تشلسياتك عليها ان كل ما توضى اصالي ركعتين قال بها يا بلال النبي ما يعرفش ولا امر ولا عمل ان هو كل ما يتوضى يصلي ركعتين ما عملش كده انما بلال عمل كده انا دلوقتي اتوضيت ده حاجة نعمة عايزة شكر كده لله فرح نصلي ركعتين بدعة دي ولا مش بدعة نبي ما قلهاش ولا علمه ولا اعرفه فاذ بربنا ايجاز سيدنا بلال بان يسمع رسوله خشخشة عليه قبله في الجنة وفضلوا يستدلوا على هذا المعنى يستدلوا على ان ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن ان نتخير منه وان نوسع فيه فجاء في التلبية يقول انس فكان يلبون بما تسمعون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يلبي هذا معه تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك لبيك لشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لشريك لك لكن واحد يقول لك لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا ماشي منه احدث شيئا لكن منه ما هو اش ضد من هذا من هذا المدخل من هذا المدخل في دراستنا للبدعة بيحدث اننا كثيرا ما انشأنا امورا متفقة مع الدين وكثيرا ما انشأنا امورا تكر على الدين بالبطلان سنعالج هذا ونسأل حوله ونتحاور بشأنه لان تحرير معنى البدعة امر في غاية الاهمية اشتركوا في القناة